السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع عندنا مجموعة من الأحداث والتطورات الهمة اللي تحصل بألمانيا أول أمر رح نتكلم به هو قد تسمعون الآن بوسائل الإعلام الألمانية الكلام عن الرئيس الفلسطيني سيد محمود عباس هناك ضجة كبيرة والسبب هو شيء حصل خلال مؤتمر صحفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمستشار الألماني أولاف شولتس عند انتهاء المؤتمر تم انتقاد المستشار الألماني أولاف شولتس بشكل كبير جدا بسبب كلام قال السيد محمود عباس بحضور أولاف شولتس والآن ضجة كبيرة وهناك تسليط إعلامي كبير على ما قاله محمود عباس وكي تكونوا بالصورة سأنقل لكم ما قال الرئيس الفلسطيني وسبب زعل بألمانيا وزعل سياسي وزعل إعلامي أيضا انصح التعبير الرئيس الفلسطيني قال أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمسين مجزرة بخمسين مكان وكررها يعني خمسين محرقة خمسين هولوكوست بخمسين مكان منذ عام 1947 حتى يومنا هذا هذا هو كان النص الذي انتقد بسبب أولاف شولتس لأنه لم يقوم برد أثناء المؤتمر الصحفي الذين انتقدوه من السياسين بألمانيا ومن قادة أحزاب هذا البلاد قالوا له لماذا لم ترد على محمود عباس بشكل مباشر لماذا لم تقل له أن المذبح التي ارتكبها النازيين اللي هي مذبحة الهولوكوست يعني هي شيء لا يقارن لماذا يعني تقارن بين هذه الأمر بهذه الطريقة وتم اعتبار ما قال محمود عباس هو استخفاف بالهولوكوست أولاف شولتس اعتذر وقال أنه لم يعني ينتبه أو لم يرد بشكل مباشر وهم متأسف ونادم لهذا الشيء المتحدث باسم الحكومة الألمانية انتقد محمود عباس والأخير علق عبر وكالة الأنباء الفلسطينية يعني محمود عباس قال عبر وكالة الأنباء الفلسطينية بعد كل هذه الضجة والضوضاء التي حصلت بألمانيا أن الهولوكوست هي أبشع جريمة بالتاريخ الحديث هناك شيء يجب أن نفهم من هذه الانتقادات ومن موقف أولاف شولتس طبعا أصدقائي بسبب الغلاء الحالي والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة العالمي يتم دائما انتقاد وتوجيه اللوم للحكومة الألمانية ومن على رأس الحكومة هو أولاف شولتس واليوم استغل الفرصة رئيس التحالف المسيح الديمقراطي فريدريش ميرتس الذي يعني يسعى للحصول على منصب المستشار وينظر إليه على أنه منافس لشولتس وقال أن سكوت شولتس هو أمر لا يصدق وهو أمر كارثي حصل بمكتب المستشارية والتزام الصمت هو ذنب لا يختفر إذا نصدقائي الآن نتحول للموضوع الثاني الكهرباء بألمانيا تخبئ لنا مفاجئة كبيرة الآن بألمانيا وأوروبا هناك ترقب كبير جدا بسبب ما يحصل بأسعار الكهرباء الكهرباء اللي مصادر إنتاجها عديدة قبل أن تصل إلينا يتم طرحها ببورصة الكهرباء من قبل المؤسسات والشركات المنتجة وبعدها يتم تخصيص سعر ويتم شراءها من البورصة من قبل الشركات التي تجهز منازلنا بالكهرباء الآن بهذا الشهر بأغوست بعد منتصف أغوست 2022 حصلت زيادة كبيرة جدا بأسعار الكهرباء بالبورصة الأوروبية تعتبر الزيادة الأكبر بتاريخ أوروبا هذه الزيادة سوف لن تصل إلينا بشكل مباشر لأنه لدينا عقود مع الشركات الكهرباء تسمى عقود طويلة الأجل مثلا ستة أشهر تسعة أشهر أو عقد لمدة سنة بعد انتهاء هذه العقود سوف يتم تعديل الأسعار أو سوف يتم تمرير الزيادات موقع تشيك فيا ونزبانسيش هو أكبر موقع وأكبر منصة لمقارنة الأسعار بألمانيا وبأوروبا يقول هذا الموقع في هذا الشهر أن شهر أغوست من هذا العام 2022 الكهرباء أغلى على أصحاب المنازل بمقدار 31% عن أغوست من عام 2021 بعض الشركات من أجل أن لا تفلس تقوم الآن بزيادة أسعارها بشكل طارئ وتفرض رسوم أخرى لأنها تشتري الكهرباء من البورصة بسعر عالي جدا وتبيعة بسعر رخيص بسبب العقود طويلة الأجل ومنها شركة ANBV طبعا السعر الرخيص الذي تبع به الكهرباء هو السعر الذي نحن نعتبر الآن غالي لأن الكهرباء سعرها بالبورصة هو سعر يعتبر غالي جدا وعندما نقارن يعتبر كهرباءنا الحالية تعتبر رخيصة جدا بالنسبة إلى هذا السعر واحدة من الأسباب التي تجعل الكهرباء الآن يكون لها سعر أعلى من أي وقت مضى وهو قلة الأمطار ضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب قلة الأمطار وانخفاض مناسب الأنهار حتى هناك مشاكل بتبريد المفاعلات النووية وبتبريد مؤسسات إنتاج الكهرباء بسبب الجفاف وهناك مشكلة تؤثر على ألمانيا بشكل كبير وهي غلق حوالي نصف المفاعلات النووية الفرنسية بعضها أسباب الغلق لأجل الصيانة وبعضها لأجل التحديث هذا جعل فرنسا تشتري طاقة أكثر من السوق الأوروبية وبسببها يحصل اختناق كبير بسوق الطاقة تتأثر ألمانيا بشكل كبير يعني هذه ألمانيا رغم كل شيء هناك سياسين لا يريدون تشغيل الفحم الحجري لأنه لوث البيئة ولا يريدون تشغيل المفاعلات لأنها خطيرة الموضوع الآخر أصدقائي هناك حريق حصل بمكتب وزيرة الأسرة الفدرالية ليزا باوس في برلين تعتقد الشرطة أنه حريق متعمد يستهدف الوزيرة المنتمية لحزب الخضر ويقال أنه كان هناك موظف يعمل لوقت متأخر بمكتب الوزيرة تحديدا بالساعة الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل الموظف بدأ يشوم رائح الدخان ووجد أن الأخشاب تحترق بمكتب الوزيرة قام الموظف مساعدة أحد المرة بإطفاء الحريق ولاحقا أتى رجال الأطفاء والأنقاذ الشرطة والمحققين يحققون بأسباب سياسية أو يمينية متطرفة ويقولون أن سبب ربطهم للأمور بالأسباب السياسية أو اليمينية وهو أنه بين الحين والآخر هناك كتابات على جدران المكتب تدل على انتماءات سياسية وتعصب يميني متطرف الآن أصدقائي نتحول للموضوع الأخير هناك للأسف الشديد جريمة قتل ضحيتها امرأة ألمانية من أصل عراقي طبعا موقع بلد الإخباري نقل تفاصيل الجريمة يقول المصدر من موقع بلد أنه في مدينة أنجولشتاد بولاية بايرن بالساعة الحادي عشر والنصف مساء اتصل أب وأم ألمان من أصل عراقي اتصلوا بالشرطة عندما عثروا على ابنتهم الشابة ذات الثلاثة وعشرين عام مقتولة بسيارة من نوع مرسلس ربي يرحمها ويصبر أهلها وتعزين الحارة إلى أهالي الضحية بعد الاتصال بقليل أتت سيارة الشرطة والطوارئ والإسعاف لمكان الحادث تم تطويق المكان وتم وضع ستائر لحماية الخصوصية بمكان الحادث وتم وضع خيمة لأجل تأمين الأدلة ويقال أن المرأة التي تم العثور عليها بالمقعد الخلفي وهي أيضا بطبيعة الحال ألمانية من أصل عراقي كانت قد تعرضت لجريمة عنيفة هناك الآن الكثير من الكلام بوساء الإعلام ولا يوجد حتى الآن تأكيد من الشرطة عن سبب الجريمة عن المشتبه به لأن أصدقائي جريمة جديدة ويعني موقع بلد وموقع ان تيفي يعني ينقلون أنباء مختلفة يقولون أن المرأة كانت تسكن بمنشن وبعدها حصلت لها الكثير من المشاكل الخاصة المتعلقة ببيئتها لذلك أصدقائي حتى الآن لا يوجد تأكيد ولا يوجد مشتبه به ولا معلومات من قبل الشرطة والجهات الرسمية وفور ورود معلومات سوف ننقل لكم التفاصيل هذا الموضوع نكون وصلنا للنهاية تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة